مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة اليوم حسين ادوس يوجه رسالة على شابي بعد ما قام عليه بتنزيل رسالة لصفحته الرسمية على انستجرام انه بشي تقدم على القضاء بشي يقدم شكاية بالبرنامج وبالهيد زعيم وبحسين ادوس اذا اللي قالوا على شابي على صفحته الرسمية اليوم حسين يوجه رسالة على شابي انه يعتذر معناها على الكلام اللي قالوا نوعا ما والبالأصح انه زاد فسر الوضعية بالضابط للعباد والمتابعين انه ما كانتش تجمع علاقة غرامية برملة الذويبي وزاد ااكد حسين انه قال تزدامت كي قليل هيد زعيم اني كنت على علاقة غرامية برملة وما كنش نتصور معناها لهادي بالمستوى ذاي معناها رملة صديقتي ونعرفها من القبل وكانت مش تجمعني معها معناها اعمال فنية لا اكثر لا اقل هذه كانت تصريحات حسين ورسالته على الشابي زاد على اكد وقال في رسالته انه معناها اي اعلامي يقوم الذكر اسمي بدون موافقتي معناه يتحمل مسؤوليته امام القضاء ولا شك في ذلك واليوم علينا اكتشفوه انه ينزل رسالة وقال انه بش تقدم القضاء بش يشكي بالهيد زعيم وقالت الحوار التونسي وهكي يكونوا سنة الى نهاية الموضوع اشتركوا في القناة